دكتور هاني العالم تطور زراعيا إلى أي مدى؟ احنا معلوماتي المتواضعة أن احنا في حاجة اسمها تكنولوجيا التطور الأفقي احنا إزاي نقدر نوسع مساحة الأرض الزراعية بأقل الموارد الممكنة وتطور رأسي أن أنا أرفع الإنتاجية بتاعت الزراعة لحد كده معلوماتي بتتوقف أوكي هو تطور رأسي ده صحيح مية في المية لكن احنا لو بصينا للزراعة في جميع أنحاء العالم أو الزراعة التقليدية فهي زراعة خاطئة في جميع أنحاء العالم خاطئة لدركة أن احنا وصلنا إلى درجة عالية جدا من التلاقص احنا حضرتك عارف الإنسان بيعتمد على الموارد والموارد معظمها محدودة و احنا بندير الموارد بتاعتنا و خاصة الموارد الزراعية في نظام مكسف الإنبعاثات احنا بنسبب إنبعاثات كثيرة وبالتالي تلوث للبيئة لا و احنا ماشيين خطأ تماما اتزان الطبيعة و اتزان النظمة الطبيعية بيعتمد على شيء اهم جدا وهو التنوع البيولوجي او التنوع و احنا بنزرع ما يسمى المونوكلشا ساحات كبيرة نوع واحد وبالتالي كلها ده كل ده نظم غير متزنة طبيعية ما فيهاش اتزان واحنا الكوارث الطبيعية بتزداد حدة وبتزداد من عام لعام و دي من اهم العوامل اللي احنا نقدر نقول فيها التغير المناخ موجود فعلا فالنظام الزراعي في العالم كله لازم ينغير هو فيه بعد التغيرات طبعا احنا بنتكلم في الزراع عن مثلا نظم الزراع الدقيقة اوكي هنا فيه تغير كبير جدا فيه العالم ونتمنى ان احنا فيه مصف سريعا نطبق هذه الانزمة لسبب بسيط لان احنا بنقلل من الموارد المستخدمة زي مثلا الاسمدة او زي المبيدات في معالجة المشاكل اللي موجودة في الزراع احنا زمان او في الزراع العادية بتعمل ايه انا عندي مشكلة في الارض مثلا من قافة معينة برش كل الارض دلوقتي احنا بنقدر نشوف فين مكان الاصابة وبس في هذا المكان نقدر نعالج هذه المشكلة او عندي نقص مية في مكان في الارض ما ازودش كمية المية لكل الارض بس في المنطقة اللي فيها نقص في المية وهكذا طبعا دي تقنيات احنا بنستخدم الدرونز يعني المركبات بدون طائق بدون طيار وحسسات في الارض ونقدر نشوف فين عندي نقص في المية او نقص في المغازيات وهكذا وبالتالي طبعا ده شيء هام جدا جدا عشان نقلل الموارد لان احنا استخدامنا للموارد خاطئ في العالم وده شيء هام ولا اسبب التلاوث احنا اه وصلنا الى تلاوث اه عندنا خمسين مليار متر مكعب من الغازات الدفيئة وفي عام واحد وعشرين اه طبقا لوكالة الطاقة اه ان ثاني اكسيد كمية ثاني اكسيد الكربون 36 و 13 مليار تن اه في عام واحد وعشرين دي كمية كبيرة جدا واحنا عايزين نقلل الانبعاثات وعندنا مشاكل اه كبرى فعلا في البيئة اشتركوا في القناة